وهون خلينا نأخذ الموضوع يعني بالشكل العملي أكتر يعني بعد هذا الشرح يعني عن صورة الله الغير منظور وحكيت الفكرة الغنوصية اللي حاربها بولوس وأدركنا أنه المسيح أو السمو والمسيح هو مرتفع متقدم على كل شيء فهذا إحنا وهو رأس الجسد كمؤمنين إيحنا إحنا إصدورنا؟ دورنا الاستمرار في الشركة العميقة معه فقط من خلال كلمة الله ومن خلال التعليم فقط من كلمة الله ودورنا أن إحنا نحذر من كل ما يبعدنا عن كلمة الله وعش كده الرسول بولوس في أصحة 2 بعدما تكلم في أصحة 2 عن عظمة شخص المسيح وكفايته يعني فيه هو الله نفسه هو صورة الله غير منظور هو البكر هو من له السيادة على كل الخليقة هو مش درجة أقل وهو رأس الجسد الكنيسة وهو بكر من الأموات أي له السيادة في وسط الخليقة الجديدة وفيه يحل كل الملء وبيه الله عمل المصالحة والغفران إذن بدأ أصحاح 2 يحذر إحذري يا كنيسة رقم واحد إحذري من الفلسفة أصحاح كولوسي 2 من عدد 8 انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس حسب أركان العالم وهنا كان مزيد من الخطورة يا السيس ليه؟ لأنه بدأ يحصل هجوم مزدوج ليس فقط من الغنوسية لكن من اليهودية نعم فطبعا لما يكون فلسفة غنوسية على خليط يهودي دعاة التهويد دعاة التهويد جوليازرز المهودين نعم نعم عاوزين نحط أعماء أعباء النموس والتقاليد وكلها على كاهل الناس نعم اتفعنا فده أول تحذير للكنيسة ليه؟ لأن الكنيسة كالجسد جسدي مش محتاج غير رأسي تخيل لو جسدي ابتعد عن رأسي دي كارثة ميت نعم ميت لو عروس ابتعدت عن عريسها دي خيانة كسر عهد كسر عهد عشان كده رقم واحد بيحذر من الفلسفة وعشان كده حسب أركان العالم وليس حسب المسيح فإنه فيه يحل كل من اليهود جسدين وأنتم مملؤون أنت لا محتاج فلسفة ولا تقليد ناس ولا أركان العالم أنا فقط احتجت المسيح في بداية حياتي للخلاص ومحتاج المسيح في تكملة كل حياتي على الأرض ومحتاج للمسيح في المستقبل عندما يأتي يأخذنا للمجد فأنا لست في حاجة إلى أي أحد غير المسيح ويكونون متعلمين من الله من الله تاني تحذير حذرهم من صراحة من عدد 16 من سيطرة الناس لا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو مجهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة وأما الجسد في المسيح أي وإحنا في الستوديو هنا يا أسيس أنا لما بحط إيدي كده في ظل نعم في ظل هذا الظل العهد القديم كله هو الظل الذي صنع هذا الظل هو المسيح هو الحقيقة فبيقول لهم فبيقول لهم أنه المسيح هو الحقيقة فإذن لستوا محتاج للظلال فلا يحكم عليكم أحد اللي هي كل تعليم النموس لكن الظل إلى أن يأتي المسيح إلى أن أتى المسيح لست في احتياج للرجوع إلى اليهودية إحنا وصلنا إلى الكمال نعم في المسيح عش كده تحذيرات بعد كده بدأ يتكلم عن الناس دول هيخدوكوا لا يخسركم أحد الجعلة راغبا في التوضع عبادة الملائكة أي عبادة الوسطاء بدأ يشير مرة تانية إلى الغنوسية الوسطاء لأن الغنوسين بدأوا يتكلموا عن الملائكة باعتبارهم موسطاء بين الله والناس إذن المسيح غير كافي فكده بيخسركوا الجعلة بيخسركوا الجعلة عش كده تحذيرات كلها عن لا لا تبتعد عن المسيح لسببين لسببين السبب الأول إن عمل المصالحة تم بالمسيح السبب التاني غفران الخطايا تم بالمسيح وبالتالي كل وضعنا الحالي بسبب كمال عمل المسيح فلا أحتاج إلى أي عمل آخر يزيدني كمالا قدام الله وبعد إذنك يعني في آية 19 وغير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازرا ومقترنا ينمنموا من الله نعم كل شيء نرجع لفكرة المتماسك الجسد في الرأس نعم عش كده دايما بقول تخيل جسدي مبتعد عن الرأس وده اللي بيحصل لأي مسيحي حتى بعد ما جاء للمسيح وتولد من جديد لو أحمل العلاقة اللي هي ما تسمى الشركة بقى الشركة عش كده بيقول لهم في أصحاح الثنين وتلاتة بما أن أنت انتقلت من الخليقة القديمة إلى الجديدة لأن الله نقل في الأصحاح الأولاني يقول كلمة خطيرة أسيس الذي نقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبتين نقلنا استخدام في الأصل الكلمة اللي بيقولها زمان كل ملك بعد ما يحزم مملكة مش يهزمهم ويتركهم لا يهزمهم وينقلهم زي مثلا في السبي نبو خز نصر لما حزم المملكة الجنوبية نقلهم إلى بابل نعم السبي بتاع المملكة الشمالية السبي الأشوري بعد ما ثبت مملكة الشمالية رح نقلهم إلى أشور وجاب ناس مكانهم صح فكان زمان الملوك يعملوا كده فاستخدم نفس الكلمة أنه نقلنا طب نقلنا إزاي عمل حاجة مهولة صلبنا معاه فموتنا معاه فدفلنا معاه فانتهت علاقتنا تماما بالقديم يوم الجمعة صرنا جديد يوم الأحد أحيانا معه أقامنا معه وهنا بيقول لهم إن كنتم قد قمتم مع المسيح إن كنتم قد انتقلتم من الدائرة القديمة إلى الدائرة الجديدة إن كنتم قد انتقلتم من الأرضية إلى السماوية إذا كنتم انتقلتم من آدم إلى المسيح إذا كنتم انتقلتم من تحت سيادة الخطية والموت إلى دائرة الحياة والحرية فلماذا كأنكم عائشون في العالم بدأ يوضخ تفرض عليكم فراد إيه اللي بتعمله ده؟ هذا حلال وهذا حرام وهذا يعني بالصبت وبالتالي بدأ يقوله بقى قمت مع المسيح أطلب مفوق حيثه مين؟ حيثه المسيح جالس عن يمين الله ده احتياجك احتياجي الآن إلى المسيح في المنطق اشتركوا في القناة